فأنت تحدث للمعنة ماذا سوف يتجلس كيف größتا و لا كنت تتفرج المعنى أي خطور المعنى فقال ايضا تفرج المعنى التفرج المعنى ـ كنت تتفرج المعنى ايضا تفرج المعنى و ايضا ان تشوفهم او و الجزء على النظار فالصول شخص للقناة قال لي إياه استغلال الظروف بكل استغلال أصحاب المقاهي ليس لديهم وطنية فالرابح الأكبر ليس المنتخب أوحنا الرابح الأكبر هو صاحب المقهى السلام عليكم متابعين الأعزاء متابعين صوت العدلة عدنا لكم مرة أخرى من قلب مدينة مكناس وبالضبط هذا المكان يسمى حمرية إذن متابعين الأعزاء وقفت عليها شخصيا وشتها وصراحة تأسفت أدخلت إلى مقهى صراحة لا نتفرج المقهى نريد أن نواكبه على جنبات المقاهي ونرى الأجواء وننقلها كما هي إذن متابعين الأعزاء تصدمت أن نقص فيها 1 ساعة يعني لا نقص فيها ونخرج تفاجأ ماذا يقول صاحب المقهى أو كلمة نقوله النادين أو السربعي قال الكاسيدي كيف ستتفرج المقهى أو لا كيف ستتفرج المقهى أو لا كيف ستتفرج المقهى ونرى الأجواء ونرى الأجواء ونرى الأجواء فهو يبقى استغلال الظروف بكل استفزاز أصحاب المقهى للأسف لا لديهم وطنية فالرابح الأكبر ليس المنتخب أو نحن الرابح الأكبر وصاحب المقهى للأسف وهذا صراحة يبقى أمر مؤسف جدا أننا نرى الشعب يستغل بعضياته وللأسف صراحة للأسف فهذا يجب أن نتفرج المقهى لا يستغلني واحد نتفرج في داري ونرى الأسف ونرى الأجواء ونرى الأمور فهنا نستغل بعضياتنا ونرى أن نرى أبغينا ونرى أبغي بلادنا ولكنه يستغل لك ويزيد التمن إذا المتابعين الأعزاء أنا وصلتها لكم بشي حاجة اللي عشتها وسمعت الناس يدروا عليها صراحة وما تيقش واخرش بس نعرف شنو كين وللأسف كم ما كنت تعرفوا قانون الصحفة والنصر كين منع علينا نشروا الأشخاص والإسم ديال المقاهي لهذا ما أنا قدرش نقول إينا مقهى لكن أنا قدر نقربكم أكثر بالضبط أمام مصرحية كاميرا أنا ما قدرتش نزيد نو الضحة أكثر لكن في الجانبات ديال كاميرا إذا السلام عليكم وكان معكم ربيع الدحاء